للأسف الشديد بنشوف ده في حياتنا ناس بتتكلم مع بعض من غير ما تاخد بالها بتجيب سيرة فلان الفلاني بتخوط في عرضه أو فلان الفلانية بيخوط بعرضها شايف الظاهرة دي ازاي وهل هي فعلا آفة بتزيد حدتها في حياتنا يوم بعد يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وما متبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرحب بحضرتك وبالسيد المشاهدين جميعا وصباح الخير عليكم جميعا وفي الحقيقة هذا الموضوع في غاية الخطورة وقبل أن نخوض غمار الكلام على الخوض في الأعراض وما يعقبه من أحكام وما يترتب عليه نبين خطورة الكلمة أولا لأن الله عز وجل حذر من الكلمة الخبيثة وبيّن ربنا سبحانه وتعالى وضرب مثلا في القرآن الكريم للكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أما الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الكلمة يقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كلمة بخير كلمة بمعروف كلمة بالحث على أفعال الخير في شتى مناح أبواب الخيرات إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يتحدث عن فلان يتكلم عن فلان يقع في أعراض الناس يتكلم عن أموال الناس بغير حق لا يلقي لها بالا يهوي في النار سبعين خريفا والعياذ بالله لما كان الأمر كذلك وكانت خطورة الكلمة وخصوصا الخوض في أعراض الناس ربنا سبحانه وتعالى أنزل صورة كاملة في القرآن الكريم كلنا حفظنها وأولدنا الصغار بيقرؤوها وبنصلي بيها ويتسع آيات سورة الهمزة نزلت بالخصوص لتحذير الناس من الخوض في الأعراض وحديث الناس بعضهم عن بعض سورة اسمها سورة الهمزة صدرها ربنا سبحانه وتعالى بعقاب شديد وتوعد لمن وقع في أعراض الناس وتكلم عنه قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة يعني إيه همزة ويعني إيه لمزة قبل ما نخوض في غمار الكلام على أعراض الناس يعني إيه همزة ويعني إيه لمزة العلماء يقول في تفسير الآية الكريمة من قول الله تعالى ويل قالوا الويل وادي في جهنم وادي في جهنم بعيد قعره منتن رائحته تعرفات تانية وأحاديث تانية السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النار نفسها النار بتستجير من هذا الوادي في اليوم أكثر من 14 مرة في هذا الوادي الذي توعد الله عز وجل الذي يقع في أعراض الناس ويل لكل همزة الهمزة هو الذي يقع في الناس وفي أعراضهم ويتكلم عنهم أما اللمزة الذي يسخر من الناس إما يسخر منه لطوله لقصره للونه لما من الله عز وجل عليه فهنا الصورة الكريمة صورة الهمزة يعني تحذر من أن يخوض الناس في أعراض بعضهم البعض وأن يتكلم بعضهم عن بعض ربنا سبحانه وتعالى رتب العقاب الشديد بضرب مثل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يعني أنت تتحدث عن أخيك هل تحب أن تأكل لحم أخاك فشبه ربنا سبحانه وتعالى الوقيع في أعراض الناس والكلام عن الناس كأنك تأكل لحم أخيك هذا طيب إيه المترتب على كده بعدما الناس ما بتتكلم على بعض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين قال صلى الله عليه وسلم وإن من شرار الناس الذين يسعون بين الناس بالنميمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات النمام اللي يسعى بالنمام القتات الذي يأكل الكلام ويقع في الناس كأنه يأكل لحم أخيه يقتاته يأكله فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن الكلمة بعد ما تكلمنا عليها وخطورة الكلمة يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم من الأيام يمر بين المقابر كما يقول سيدنا ابن عباس ورسول الله يسعى بين القبور وقف صلى الله عليه وسلم فلما وقف الصحابة لماذا وقفت هذه الوقفة يا رسول الله النبي مقفش عادي النبي وقف صلى الله عليه وسلم خائفا قلقا فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله لماذا وقفت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عن قبرين إنهما ليعذبان القبرين هم أطلعني الله عز وجل عن أن صاحب هذين القبرين يعذبان إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني الحاجة التي أدخلتهم النار وعذبوا بسببها أمر ربما يكون في نظر أحدكم أمر بسيط أمر عادي بلى سيدنا نقول لهم لا إواع تكون فاكرين إذا عادي بلى إنه لكبير الحاجة دي كبيرة أما أحدهما فكان الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من بوله علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم احفظ لسانك لما واحد من الصحابة بيقول يا رسول الله أوصني قال له صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أو أمسك عليك لسانك